هذا وتحرص مملكة البحرين على الحفاظ على موروثها الثقافي والحضاري كما تعمل على نقله للأجيال القادمة نعم يظهر هذا الاهتمام جليا في معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي والذي يقام على أرض مملكة البحرين حرص معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي منذ انطلاقته على تعزيز موقع مملكة البحرين الريادي ودورها في الحفاظ على موروثها وثقافتها الأصيلة وذلك من خلال نقل الموروث الحضاري إلى الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال سلسلة من العروض الحية وعرض السلالات النادرة من الحيوانات مثل الخيل العربية الأصيلة والصقور والإبل التي تعاد جزءاً مهماً من تراث المملكة كونها تستخدم في العديد من المناسبات الاجتماعية والثقافية كما حرص المعرض على مدى العوام الماضية على عرض الفنون الشعبية مثل العرضة البحرينية وغيرها من الفنون التي تعاد جزءاً من الهوية الثقافية هذا واستطاع معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي من توفير فرص مهمة لزواره من مختلف أنحاء العالم للإطلاع على الثقافة البحرينية الأصيلة وتعزيز الوعي بالتراث البحريني كما شجع زواره على المحافظة على التراث والموروث الشعبي من خلال اللوحات الفنية والعروض التي يتم تقديمها خلال أيامه يعد معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني منصة مهمة للحفاظ على الموروث البحريني ويساهم في نشر الوعي الثقافي لدى المجتمع البحريني وهو فرصة مثالية للزوار من مختلف دول العالم للتعرف على أرث وثقافة مملكة البحرين الفريدة ترجمة نانسي قنقر